أصعد الله صباحكم بكل خير هذه جولتنا من المشرق العربي نسلط فيها الضوء على الزيارة المرتقبة للرئيس السوري إلى الصين وكذلك نتابع فيها آخر التطورات في أراضي فلسطين المحتلة أما في سحر المشرق فنذهب إلى قلبي عمان نتعرف على متحف الأثار الأردني أهلا بكم أهلا بكم البداية من الشأن الفلسطيني حيث أعلنت وزارة الصحة الاستشهاد شاب خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم مخيم عقبت جبر بمدينة أريحة في الضفة الغربية وذلك بعد استهدافه برصاص قناص إسرائيلي في الرأس خلال اقتحام المخيم هذا وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية اقتحام مدينة ومخيم جنين مساء أمس الثلاثاء إلى أربعة شهداء يتي هذا في حين أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى اندراع اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في أعقاب عملية الاقتحام موضحة أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه المخيم كما استشهد شاب وأصيب أحد عشر أخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية قمى لمتظهرين على الحدود الشرقية لقطاع غزة وتظاهر المئات من المواطنين احتجاذجا على الممارسات القمعية الإسرائيلية بحق الأصرى في سجون الاحتلال والاعتداءات بحق المقدسيين في المسجد الأقصى المبارك من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أوردينة قال إن العدوان الإسرائيلي المستمرة ضد الشعب الفلسطيني سيجلب العنف والتصعيد للمنطقة بأسرها وضف بردينة أن استمرار عمليات القتل اليومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني يتحمل مسؤوليته سلطات الاحتلال التي تدفع بالأمور نحو المواجهة الشاملة مؤكدا أن السياسة التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب نقاتي على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وبحث اللقاء العلاقات الثنائية الفلسطينية اللبنانية وتطورات الأوضاع في المنطقة وظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلية وممارساته العدوانية وأكد عباس حرصه على تحقيق التهدئة في مخيم عين الحلوة وأن يتم معالجة الأمور وفق القانون اللبناني وبالتنصيق مع الدولة اللبنانية قال رئيس الأزرائيل الفلسطيني محمد اشتية إن العمل على إلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها لفلسطين وفق القرارات والمرقعيات الدولية يعد مسؤولية المجتمع الدولي وفي قطابه أمام قمة أهداف التنمية المستدامة بمقار الأمم المتحدة في نيويورك أكد اشتية أن فلسطين ما زالت بعيدة عن تحقيق أهدافها بحلول العام 2030 في ظل استمرار واستعمار استيطاني يسيطر على الأرض ويتحكم بحدود ومعابر فلسطين ويسلب مقدرات شعبه تعهدتم عام 2015 بأن لا يترك أحدا خلف الركب وبعد مضي نصف المدة على تنفيذ الأجندة فإن الشعب الفلسطيني يكافح من أجل اللحاق بالركب العالمي في ظل استعمار استيطاني يسيطر على الأرض ويضعف الإنسان ويتحكم بحدود ومعابر دولة فلسطين ويسلب موارد ومقدرات شعبنا ويمارس كل ما من شأنه أن يقوض فرص التنمية في فلسطين ونقوصها لقد أكدت خطة تحويل عالمنا على أنه لا سبيل إلى تحقيق التنمية المستدامة دون إرساء السلام وسيادة الدول على ثرواتها الوطنية ومماردها الطبيعية وأنشتتها الاقتصادية ودعت إلى اتخاذ التدابير اللازمة طبقا للقانون الدولي من أجل إزالة العقبات التي تحول دون إتمام حق تقرير المصير للشعوب الرازحة تحت نير الاستعمار والاحتلال الأجنبي والتي ما زالت تؤثر سلبا في قدرتها لتحقيق التنمية الشاملة أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو أدرجت مدينة تل السلطان في أريحة على لائحة التراث العالمية وذلك عقب تصويت لجنة التراث العالمية بالمنظمة ويعود بناء تل السلطان أكثر من ثمانية ألاف عام وتضم العديد من الأثار منذ العصر الحجري الحديث حضارة استثنائية وجدت قبل عشرة آلاف سنة من هنا بدأ نموذج ناجح للمستقرات البشرية الدائمة والتي تمثل أقدم بلد زراعية مصورة في العالم لتصحق أن تدرج على لائحة التراث العالمي تل السلطان بناء يعود لأكثر من ثمانية ألاف عام بنيت في العصر الحجري الحديث يحتوي على رواسب من عصر ما قبل تاريخ النشاط البشري ويتضمن نبعين السلطان بجواره ويقع على بعد عشر كيلومترات إلى الشمال من البحر الميت تل السلطان هو خامس موقع فلصيني يدرج على لائحة التراث العالمي إذ سبقه مصار الحجاج في بيت لحم ومدينة الخليل ومنطقة باتير والقدس وأسوارها تحتضن فلسطين أقدم مدن التاريخ لما هذا الإنسان فكر ينتقل من حياة الزراعة من حياة الجمع والصيد إلى حياة الزراعة هذا يعني أنه بلش يفكر بالاستقرار وانتقل من حياة الكهوف لا يعمل فكرة أول مدينة محصنة ومسورة وحصنها ببرج يعتبر أقدم برج في التاريخ عقب تصويت لجنة التراث العالمي بالمنظمة الأممية أعلن هذا القرار دون اعتراض من أي دولة عضو بالمنطمة وتنبع أهميته باعتبار الموقع جزءا أصيلا من التراث الفلسطيني المتنوع ذي القيمة الإنسانية وأهميته العالمية كأقدم مدينة محصنة في العالم هذا النصر السياسي بأكد على أنه هذا الموقع فلسطيني بأكد على أنه هذا الموقع روية القصة التاريخية التي فيه من المنظور الفلسطيني المعتمد على نتج عن عمليات التنقيب المتتالية هذا جانب الجانب الآخر هو جانب ثقافي سياحي اقتصادي ترحيب فلسطيني لقرار اليونسكو وغضب إسرائيلي إذ يعد تكليلا دبلوماسيا للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني كافة ومن بينها حماية حقوق الفلسطينيين الثقافية والتراثية وتأكيدا على قدم الوجود الفلسطيني الأصيل في الأرض من مدينة أريحة فلسطين والأسلامين القاهرة الإخبارية إلى سوريا حيث كشفت الرئاسة السورية أن الرئيس بشار الأسد سيسافر إلى الصين غدا الخميس وذلك تلبية لدعوة رسمية من الرئيس صني جينبينغ حيث من المقرر أن يعقد الرئيسان قمة سورية صينية لبحث العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية وسبل تعزيزها كما تشمل الزيارة عددا من اللقاءات والفاعليات التي سيجريها الرئيس الأسد كما أوضحت وسائل إعلام سورية أن وفدا سياسيا واقتصاديا سيرافق الرئيس السورية للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة السورية مراسل القاهرة الخبرية خليل همل وخليل توقيت مهم زيارة مهمة ما هي الدلالات حول هذه الزيارة؟ أهلاً محمد في الحقيقة كما ذكرت هي زيارة مهمة بالنسبة للرئيس السوري الذي تخرج بلاده من حرب دامت أكثر من ثلاثة عشر عاما توقيت الزيارة مهم جدا باعتبار الأوضاع الاقتصادية في سوريا اليوم ليست كما تشتهى الحكومة السورية من تشكيلة الوفد السياسي الذي يرافق الرئيس السوري بشار الأسد وأقصد هنا وزير الخارجية السورية فيصل المقداد ووزير الاقتصاد سامر الخليد تأتي أهمية هذه الزيارة وتقرأ عنوينها باعتبار بأن هذه الزيارة لها بعدين الأول سياسي وكما تعلم ويعلم الجميع بأن الحكومة الصينية كانت دائماً سند وداعم للحكومة السورية وخصوصاً في قرارات محافظة الأمم المتحدة يبدو أننا فقدنا الاتصال بمراسلنا خليلهم لسنعود إليه مرة أخرى لتعرف على تفاصيل أوف حول هذه الزيارة ما زلنا في سوريا حيث نفى مصرف سوريا المركزي ما تم تدوله بشأن تزام المصرف المركزي إصدار أوراق نقضية من فئة جديدة وأكد المصرف السوريانه لا نية لإصدار أي أوراق نقضية بتصميم جديد أو فئة جديدة داعياً المواطنين السوريين إلى عدم الانسياق وراء ما يتم تدوله على صفحات التواصل الاجتماعية مع تفقم أوضاع المناخ والأزمات التي تمر بها سوريا وضعت وزارة الزراعة خطة جديدة من أجل تحقيق موسم زراعي ناجح وركزت الخطة على الاستفادة من الأراضي القابلة للزراع والتوسع في المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح التفاصيل في سياق هذا التقرير باشرت الجهات التنفيذية المعنية بالقطاع الزراعي في سوريا وضع البرامج التفصيلية للخطة الزراعية الإنتاجية للموسم الزراعي القادم والعمل على الاستفادة من كل المساحات القابلة للزراعة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح لتأمين حاجة البلاد من مشتقات القمح وفي مقدمتها الطحين بعد الأزمة العالمية في توريدات الحبوب جراء الحرب الروسية الأوكرانية الخطة الانتاجية الزراعية عندما تحدد ما هي احتياجاتنا من مستنزمات الانتاج يتم تحديد ما هي الكميات التي يجب على المؤسسات الحكومية أن تؤمنها وما هي الكميات التي يقوم بالقطاع الخاص بتأمينها وفرنا عمليا أكثر من 75% من احتياج المساحات المخططة من البزار المحسن وفرنا احتياج المساحات من الأسمدة سواء من قبل الحكومة أو من قبل القطاع الخاص حاليا طبعا عنا مشكلة أكبر في تأمين الأسمدة في تأمين الأعلاف لأن الحصار للأسف وقيصر هي عوامل مساعدة على نفع التكاليف وعلى صعوبة الاستيراد إلى جانب وزارة الزراعة يعمل التنظيم الفلاحي في سوريا والذي يعد أكبر هيئة تضم الفلاحين على تقديم الدعم للمزارعين رغم الأوضاع التي تعيشها البلاد وارتفاع تكاليف الانتاج الزراعي وغيرها للحفاظ على تأمين المواد الغذائية للمستهلك السوري وتصدير الفائض من الانتاج الزراعي خارجيا شاركنا في عداد الخطة الانتاجية وبعد ما شاركنا فيها وتم إقرار ما هو مطلوب من أرغام لكل أنواع المحاصل الزراعية تم تصديقها من قبل المجلس الوزراء ونحن بنفس الوقت طلبنا أن نحن لتأمين بوقت مبكر لأنه هيك مطالب الفلاحين نحن من خلال جبلاتنا على المحافظات كأعظام مكتب تنفيذي طالبونا دائما بالإسراء بتوزيع الخطة بوقت مبكر من أجل تأمين استزامات الانتاج قبيل اندلاع الأزمة في سوريا قبل أكثر من 13 عاما كان انتاج البلاد من القمح يزيد على 4 ملايين طن وبسبب توزع مناطق السيطرة بلغ الانتاج لهذا العام حوالي مليوني طن نصف هذه الكمية في مناطق شمال شرق سوريا والتي تعتبر سلة غذاء سوريا والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية داخل هذا المبنى يرسم المعنيون بالقطاع الزراعي خططهم إلا أن نجاح تلك الخطط مرهون بتأمين المواد النفطية والأسمد خارجيا وما تجود به السماء دمشق خليل هملو القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر في الشأن العراقي أدانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي أدانت الهجوم على مطار عربت بمحافظة السليمنية والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وذكرت يونامي في بيان لها أنه يجب أن تتوقف الهجمات التي تنتهك السيادة العراقية بشكل متكرر وأكدت أنه لا بد من معالجة المشاكل الأمنية من خلال الحوار والدبلوماسية وليس من خلال الضربات بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شيع سوداني مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بحث سبل تعزيز الشراكة في مختلف المجالات وشدد السوداني على أهمية استئناف أعمال اللجنة العراقية الأمريكية المشتركة مؤكدا رغبة العراق في تطوير علاقات الشراكة مع الولايات المتحدة في مجالات مواجهة أثار التغير المناخي والاستثمار في قطاع الطاقة والتعاون الأمني في مواجهة الإرهاب من جانبه نقل بلينكين دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسوداني لزيارة البيت الأبيض من أجل المزيد من التباحث حول العلاقات الثنائية بين البلدين أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح أن التحصن الإرادات النفطية سيقلص من فجوة العجز وتخطي اللجوء إلى الاقتراض موضحا أن هذه الإرادات ستكون مفيدة في تنفيذ البرامج الخاصة في الموازنات التشغلية والإنفاق الاستثماري على المشاريع المخططة حسب أولوياتها الاستراتيجية والتي ترتبط برفع درجة النمو في الناتج المحلي الإجمالي وشدد صالح على أن تطور موارد النفط سيسر من الإنفاق الاستثماري الذي يمثل أساس التنمية والتقدم الاقتصادي المادي أكد وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري وجود مخزون من الحبوب يكفي عاما كاملا فضلا عن خزين طوارئ من باقي المواد الغذائية وشار وزير التجارة إلى استمرار توزيع حصص السلة الغذائية بشكل منتظم كاشفا التوجه لإنشاء سومع لتخزين الحبوب بسعة ستين ألف طن في كاركوك وقال الغريري نهجاري بحث النهوض بالمواقع التجارية ودعم الفلاحين وتسويق المحاصيل وإنجاح الموسم الزراعية إلى الأردن حيث قال الملك عبد الله الثاني إن المملكة ليست لديها القدرة ولا الموارد على استضافة مزيد من اللاجئين السوريين وراعياتهم وضف في خطابه أمام الجامعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم وليس في البلدان المستضيفة نحن نشاركهم موارد بلدنا الثمين لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية من طعام وطاقة وتحديدا من مياه ونحن أحد أكثر الدول شحن في المياه في العالم ونواجه طلبا متزايدا بمستويات غير عادية على هذا المورد الثمين ونواجه هذه الضغوطات في وقت تضرب فيه أزمة أخرى منطقتنا وهي أزمة تغير المناخ وما يصاحبها بالطبع من موجات حر مدمرة وجفاف وفيضانات ومن أجل مواجهة عبئي اللاجئين حرصنا على إدارة مواردنا المحدودة وإدارة الدعم الأساسي من المجتمع الدولي بكل عناية فالمسؤولية في التعامل مع اللاجئين ما زالت تقع على عاتق الجميع ارتفع عدد سياح العرب القادمين إلى الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 45% وبواقي 430 ألف سائح وقالت وزارة الأثار والسياحة الأردنية إن عدد السياح العرب القادمين إلى الأردن وصل خلال النصف الأول من العام الحالي إلى مليون وثلاثمائة ألف سائح مقارنة بتسعمائة ألف سائح خلال الفترة نفسها من العام الماضي إلى لبنان حيث اكتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجي ميقاتي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في مقر الأمانة العامة في نيويورك وخلال لقاء أكد جوتيريش التزام الأمم المتحدة دعم الشعب اللبناني معربا عن تقديره لسخاء لبنان في استضافة النزحين السوريين من جانبه شكر ميقاتي الأمم المتحدة على دعمها لبلاده على كافة الأصعدة ودعا الأمم المتحدة إلى دعم لبنان لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة بلاده كما أعرب عن قلقه أو قلق بلاده من ارتفاع أعداد النازحين السوريين ومن عدم قدرته على تحمل المزيد في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان دعا الباطريارك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي الأطراف اللبنانية إلى تطبيق الدستور وانتخاب رئيس جديد للبلاد وخلال زيارته إلى استراليا أكد الراعي أنه لا يوجد أي مبرر لعدم انتخاب رئيس للبنان منذ سبتمبر من العام الماضي مجددا دعوته للمجلس النيابي إلى عقد جلسات متتالية وفقا للدستور ودون تعطيل النصاب لانتخاب الرئيس وحل الأزمة في البلاد وفي شان آخر اعتبر الراعي أن زيارته للأراضي الأسترالية تعد تاريخية وتشير إلى العلاقات الوطيبة في سحر المشرق نذهب إلى قلب عمان وعلى قمة جبل القلعة حيث بني مطحف الأثار الأردني ليحكي قصة الأردن من العصر القديم أو العصور القديمة وحتى الفترات الإسلامية نتابع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من هذا التقرير نصل إلى نهاية المشرق العربي شكرا على المتابعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة